موسيقى 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 أهلاً أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة من جبل الزيتون الجبل المحببة على قلب المسيح اللي كان بيقضي أوقات كثيرة في هذا المكان من هذا المكان تنبأ عن خراب أورشاليم من هذا المكان دخل دخوله المنتصر إلى أورشاليم ومن هذا المكان صعد إلى السماء ومن هذا المكان أعطى المأمورية العظمة للتلاميذ أن يكون له شهود من أورشاليم إلى أقصى الأرض وأنا على جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة منشوف عمل المسيح الكامل ولسيما في الأسبوع الأخير إخوتي وأخواتي منواصل دراستنا في شخصيات ميلادية واليوم رح نلقي الضوء على شخصية متميزة الكتاب ما حكى كثير عنها سوى يمكن سطرين أكم كلمة بحسب البشارة في إنجيل لوقة أقصد عن حنة بنت فانويل ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل وكانت نبية حنة بنت فانويل من سبت أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو أربع وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أوروشالين أجانسة سابقا إلي آنسة سابقا 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 أجانسة سابقا سابقا بشكل مستمع سابقا تقديم المبتدى إن في الحي والد إذا كان أجل أجل سابقا يوجد أجل الشيحية سابقا إذا كان إذا قد مصدق إلى المساء إنها قليلاً إلى المساء فإنها لم يكن تحديد آخر عاملت تلك قليلاً حينها قليلاً وطرق تلك المنزل يجبكي أن تحديد المشاء وحوظة يقب لي أن تحديد في المعرم الأولى في الغد من المحاولة أشترك من قبل لقد كانت مقامل هناك في الحاجة. إن كنت تتتوقيت، وخارجة. وفي المكان موجود في الحاجة، وهي حينما كانت تحضيرُ في 11 كم يتحرك يمتلك. فذا نحن 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 فقط. لكن المنطقة الأولاء، لا تتحرك تحضيرًا المنطقة الأخرى من أجل المنطقة إلى الواقع. هذا يسيقف الشرس والتي يعمل فيها حياتي. إنه مفاجرة من الحاجة الأخرى، يجب أن نحصي كما فار مقابل بالتعامل. أسألل، حسنًا كما بعد ذلك الشباب والإبعالة الجميع تقلل هذا المكان المقابل بالتعامل إلى ستلقائق ستلقائق إلى الول دخل المصدرين تقلالباية لبنى مؤسسوسية سهلاً للميزين سبباً بسرعة المماريين فمصنع يجلس في صدري نهجل في أوليقائك على جديد هنا في رجلًا بداية وبيتر الحصة ومن ثمية التلسل عجائلية اختياراتيس وختياراتي وراتيس التصدقائي وطلبتُ مكريس وانه ذهبتُ فعليقه أليسει منت وليس بسرع بالأمور kittenت 하게 وكريس وينقريس وقفتدي ورواح أساس بالحصة المتصنع عجب الكchet في التولير ، السلسدي قريبًا في الحب العقليةها فكان يستمروا إلى دمراء سنيون نزل الموثيين حتى الثنين لكن الرباح لابتين شيئًا في الأسراب يجبقوا إلى الأسراب المتالج معينها الضغطة الدورة ولكنه لنسي البداية في السيدين سنواتيًا بالتدمر كثيرًا الثنين هذا في الأسراب بين ثلاثمنين سوال جماعة في المتحاف للجرب لا يعطيسهم في تبه أن يحسن في بثيث أن يترجمنا أن يستطيع المتحافة في ذلك العرواب أو المجموعة أو المعافكة سيكون أمناً ملاحظاً في حراسان أمناك في هذه الأمبرات الألعاباء وكذلك هناك ح شرطة وإن لتصع بالتصدر وغير كراجة أيها بشكل خاندي سالهم هي بالتصالة 36اً ومن الآن وما تخيل علي في الضوان إنioso لعبة الضوانية تلك النيفجرية يومي هو بشكل خاندي مع التي في الطرق هذا التالي سوريا غير الإغراف من أمام تابريد أن تتظيق من جميع الشرق المبتل الامة لماذا أفت للمنظر الرئيس جداً في الكلام هنا ه، وهوrence من الدرجة عن صفحة بداية longنطقة أبداً هذه هي أفتreكم الأفضل لماذا يجب أن يصدد هنا هذا هو أفضل من أفضل هذا ما تدروه الجلسية المترجم هذا والسوء بالدمر هذا مرض مرحبا لماذا أفتغرون أفضل ماذا أفضل أن هذا هو الوافضل المظل المفل أهلاً أعزائي المشاهدين منواصل دراستنا عن شخصيات ميلادية واليوم رح نلقي الضوء على شخصية عجيبة كمان متميزة في أحداث الميلاد حني بنت فنويل حتى أسترجع بس الزكريات أنه ولد يسوع المسيح في بيت لحم مش بعيدة عن هذا المكان حوالي تسعة كيلو متر وطبعاً لازم يجو بالرحلة الأولى في اليوم الثامن بحسب النموس بحسب الشريعة حتى يختتن الطفل يسوع وبهذه المناسبة طبعاً بيسموا الاسم بيسموا اسم يسوع لكن المناسبة الثانية هي بعد 33 يوم يعني المدة كلها بتكون 40 يوم جاءوا حتى يكرسوا الطفل ويقدموا في الهيكل طبعاً مصحوب في ذبيحة من غير توقع مفاجأة حلوة كتير تقابلوا مع كواكب الكوكب الأول اللي هو سمعان الشيخ كان كاهن ونبي وبيتحرك بالروح القدس كان بينتظر سنوات طويلة عديدة لمجيء المسيح وقال الآن تطلق عبدك بالسلام لأن عيني قد أبصرته خلاصة وهو بيتكلم في هذا الموضوع في جماعة تانين من المتعبدين واحدة منها اسمها حنة بنت فنويل اللي كانت في هذا المكان قبل ما أبتدي أنه أتكلم عن حني خلي بالك أنه في الأعياد اليهودية أو لما بيجوا على الهيكل هي مكان مزدحم جداً ومنشغل جداً فكان الهيكل هو مكان لتقديم الذبائح بلدة الأعياد والكهنة بيقوموا بكل هذه المرسيم والفرائض لكن برضو كمان فيها يعني حركات سياسية متعبة نوعاً ما فكان في الفرسيين وكان في الصدقيين من ناحية بتشوف في جماعات اللي بس بركزوا على مظاهر الدين الخارجي لكن جماعة قليلة كانت بتنتظر كانت بتتوقع مجيء المسيح مجيء الفداء لكل الشعوب ولكل الأمم اللي منهم سمعان الشيخ وأيضاً عجوز أخرى مسنة اللي هي نبية أيضاً حني بنت فنويل حني نبية وهذا بيعطيها مقام كتير كتير حلو فالله بيستخدم الرجال والله بيستخدم النساء وطبعاً العهد القديم مليء بالنبيات منهم حني منهم مريم أخت موسى وهارون منهم النبية خلدة ومنهم النبية دبورة وهكذا نبيات كتيرات والآن بنسمع عن نبية أخرى نبية اسمها حني بنت فنويل والكتاب بيقول عنها أنه هي من صبت أشير أو آشر فهي طبعاً مش من صبت لاو اللي بيقدم الذبائح بيذكر هالكتاب أنه كانت متقدمة في أيام كثيرة وبعدين بيعطينا ملحوظة أخرى أنه كانت أرملي لمدة 84 سنة اتزوجت وطبعاً اتزوجت لمدة 7 سنين ومات زوجها وعاشت طبعاً كأرملي بعد موت زوجها بعد زواجها ب7 سنين كمان 84 سنة فأنت ممكن تقوم بالحسابات إذا تزوجت بنت 16 أو 17 زائد 84 زائد 7 فإذا كانت متقدمة في الأيام كانت مسنة إذا كان سمعان الشيخ بيجي بوحي من الروح القدس من فترة إلى فترة إلى هيكل الله لكن حني كانت عايشة في الهيكل كانت ملازمة للهيكل ليلاً ونهاراً ليلاً ونهاراً على فكرة لأنه في التقويم اليهودي بيبتدي اليوم من اليوم اللي قبليه بالمساء مشانك دائماً بيقول مساءً ونهاراً أيضاً ليل ونهار كان عندها شغل الشاغل مركزة على الله عايشة حضور الله عم بتصلي عم تعبد الله عم بتخدم كانت لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليل انهار عم بتصلي ليل انهار ما أجمل هذه الصورة وكانت أيضاً تسبح وتكلمت لاحظ وتكلمت مع جميع المنتظرين في داء في أور شليم كانت نبية لكنها كانت أرملة هذا العمر الطويل أحبائي لأكتر من مئة سنة شاهدت وعاصرت أمور كثيرة شاهدت مثلاً كل الأحداث السياسية اللي حدثت في أور شليم في منطقة الهيكل فهي تعتبر مرجع تاريخي إنه الوحد يسألها عن كل التاريخ القديم اللي حدث في أيامها رح أواصل حديث عن حني بعد هذا الفاصل ابقوا معي المترجم للقناة I think the most important question that both narratives in the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke want to clarify and answer is that Jesus is fully God and fully man He is extraordinary in all of human history there has not been another like Him and that in Him God is breaking forth in history to bring salvation to all mankind أهلاً أعزاء المشاهدين منواصل دراستنا عن شخصية مميزة حني بنت فنوئيل من صبت أشير متقدمة في الأيام أرملة لا تفارق الهيكل بتعبد ليل ونهار وبتصلي وبتسبح الرب هذه المرأة أحبائي تعتبر مدرسة في التاريخ وتعتبر أيضاً مدرسة في التعليم وتعتبر أيضاً مدرسة في الشهادة نتعلم منها كيف أنه فعلاً تعيش حضور الله الدائم المستمر تخيل معاي الناس بتفوت وبتطلع إلى الهيكل وبتروح وبتعيد وبترجع لكن هي فعلياً وحقيقياً عاشة عايشة حضور الله الدائم المستمر في حياتها ليلاً ونهاراً فإذن تعتبر مرجع تاريخي هذه المرأة حن بنت فنويل شاهدت الإعداد والأحداث السياسية اللي بتتمم لمجيء المسيح تمهيد لكل شيء أكيد سمعت عن يوليوس قيصر اللي اغتالوه عصرة أغسطس قيصر اللي فأيامه نشر بسموها باكس رومانا السلام الروماني اللي أعطى الحكم الزاتي حتى يقوموا اليهود في العبادات في داخل الهيكل أكيد عاشرت آخر أواخر المكابيين طبعاً اللي ابتدأت تتلاشى اللي كانت قبل في عصرها الدهبة ابتدأت تشوف تلاشى عصر المكابيين أكيد إذا بنرجع لبومبي اللي احتل الشرق الأوسط القائد الروماني اللي هو قيصر الروماني اللي احتل كل الشرق الأوسط كان معروف وأكيد عاصرت هيروديوس الكبير غطرسته وعجرفته عن سمعته وصيته السيء والقتل اللي قام فيه فبتشوف بصماته في كل مكان ولسيما قلعة أنطونيا اللي كانت بجانب الهيكل طبعاً شايف الأحداث في الهيكل الفرسيين بتعصب والتزمت الديني شايف الصدقيين اللي بيخلطوا السياسة في كل شيء مسؤولين عن الهيكل وفيه فساد ديني وفساد أخلاقي في موضوع الهيكل شاهدت وعاصرت كل هذه الأمور عاشت الظروف الصعبة جداً من ضغط الرومان وضرائب الرومان لكن مش هذا الجانب اللي احنا منطلع على حياتها منطلع على الجانب اللي بيذكر الكتاب المقدس كانت عابدة تعبد الله مركزة على الله كانت خادمة كانت بتخدم الرب مع الجميع أكيد كانوا بيجوا بيسمعوها لأنه كانت نبية كانت معلمة كانت لأنه بتعلم الناس وخلينا نقول شيء مهم جداً شاهدة يعني اتخيل معاي أنه في وجودها في هذا المكان شهدت عن الطفل يسوع المسيح بأجمل الكلمات تشبه الكلمات التي قيلت عدة مرات في أيام ميلاد المسيح وما حول ميلاد يسوع المسيح فشهدت عن يسوع المسيح مكتوب أنه اتكلمت عن هذا الخلاص اتكلمت عن يعني الآية تقول وتكلمت مع جميع المنتظرين في داء في أور شليم فإذن كان في عندها مدرسة كان في عندها مجموعات كان في ناس عم تسمع وشوف يعني مش صدفة أن تكون في نفس المنطقة سمعان عم بكرس الطفل يسوع المسيح وحني عم بتسبح الرب وعم بتعبد الرب وعم بتصلي وعم بتشوف وعم بتتكلم بروح النبوة بروح الإعلان عن هذا الفداء اللي حصل في أور شليم في مجيء الطفل يسوع في تكريسه في هذا الهيكل إخوتي وأخواتي تعتبر نجم تعتبر كوكب آخر من اللي تنبأوا من اللي شهدوا من اللي عاصروا من اللي اتكلموا بإعلان اتكلموا بنبوة واتكلموا عن هذا الفداء العظيم لأن المسيح جاء فاديا وجاء مخلصا لأن يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وذلاله أشرق عليهم نور الشيء العجيب في قصة الميلاد أنه يمكن مش كتير ناس عرفت عنها يوسف مريم طبق بالطبع الملائكة أعلنت للرعاة أشخاص قليلون لما جاءوا إلى الهيكل سمعان الشيخ بيتنبأ ويقول عيني أبصرتاء خلاصك وها نرى حني النبي من صبت أشر سنين سنين بالهيكل بتعبد بتسبح بتصلي بتلباط بصلوات وأصوام أيضا وفعلا أحبائي منشوف ناس بتلعب دور من وراء الكواليس هي شافت الوضع عصرت تاريخ قديم وأحداث كثيرة وأكيد صلواتها كان لها قيمة معينة في تخطيط وترتيب الله صلوات حني طبعا فعلا بعبر عن قلب مليان بحضور الله بعبر عن قلب انتظار وأشواق لالله وفعلا بعبر عن قلب هي عاوزة تشوف الفداء لأن الكتاب بيوصفها أنه كانت منتظرة والظاهر أنه كان في مجموعة معها أيضا بس أسماءهم مش مسجلة غير عن جماعات الهيكل الملتهيين بالدين والسياسة هذه الجماعة اللي كانت بتصلي متوقعين فداء أور شليم وهذا الفداء أحبائي تم في شخص رب يسوع المسيح مكتوب وَلَمَّا جَاءَ مِلْءِ الزَّمَانِ أَرْسَلَ اللَّهِ إِبْنَهُ مَوْلُودًا مِنْ إِمْرَأَةٍ مَوْلُودًا تَحْتِ النَّمُوسِ ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني استلاحات كتير كتير حلوة مثل استلاح الفداء لاحظ من خلال ولادة يسوع المسيح منشوف أنه زكريا بيستخدم استلاحات سمعان الشيخ بيستخدم استلاحات مثل تعزية إسرائيل نور للأمم منشوف حن بتستخدم كلمة الفداء كل هذه الاستلاحات بتعبر عن الخلاص بتعبر عن الفداء فإذن سمعان وحني كان عندهم توقع كان عندهم الخلاص بالرجاء على أساس مجيء المسيح وكانوا متوقعين فداء أور شليم وفعلاً لما جاء من الزمان هذا تم من خلال شخص المسيح يسوع الفداء هون تستخدم كلمة عامة في موضوع الخلاص لكن الفداء هو شراء بدفع الثمن يعني حني بتعبر عن احتياجها وسمعان بعبر عن احتياجه إنه محتاجين الخلاص محتاجين الفداء وهذا تم في شخص المسيح يسوع له كل له كل المجد مكتوب أيضاً متبررين مجاناً بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح مكتوب أيضاً لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم هذا الفداء تم من خلال عمل يسوع المسيح أخذ مكانك ومكاني لما كان على الصليب إحنا فعلاً كنا غير مستحقين لكن بسبب ذبيحة المسيح العظيمة إحنا أصبحنا مستحقين وأصبحنا بر الله ورسالة الملات فعلاً هي رسالة الخلاص هي رسالة الفداء هي رسالة التعزية هي رسالة السلام هي رسالة الفرح وهي أيضاً رسالة النور للأمم لكل من يشاهد هي رسالة لإلك إذا أنت متوقع هذا الفداء وبصليه من كل قلبي من مدينة أورشليم أنه فعلاً يكون عندك هذا التوقع مثل سمعان كان بينتظر بقوله الآن تطلق عبدك ومثل حني كانت منتظرة في انتظار فداء أورشليم تطلق عبدك تطلق عبدك تطلق عبدك إنه رسالة الناسيحة و أنه يجبه يظهر مقالم مدى في هذا البي ما نحن نجد من خلال يجب أن يجب أن يكون هناك سبط البيت لأن الغد للسفل يجب أن يتعر فيه أصبح بمتأكه قبل أسفاته يجب أن يتعر في سواء إسaiah هو القبب في قرابت لسواء إسافة مبالي أكبر دون أشهرت يأكس المساهد عليه أكبر دون في قراب مطلق في إسaiahهم وإيزائيه 53 ومع ذلك تقريباً تقريباً جيسوس's suffering وإنه هنا أيضاً يتقريباً أنه سيصنع في جاليلي في الوصول المسيحين وإنهاء سيميان أعلم ذلك الله شرف ناس قلائل اللي شافوا طبعاً ميلاد المسيح والقصص ما حول الميلاد خلال الفترة الأولى منهم سمعان الشيخ ومنهم حني النبي هذه الناس كان عندها استعداد لاستقبال المسيح كان عندها الاستعداد والتواضع أن تشوف شخص المسيح وفعلاً الرب شرفهم برؤية المسيح سواء سمعان الشيخ اللي قال عيناي أبصرطاه خلاصك وسواء حني اللي كانت منتظرة الفداء مع طبعاً ناس كثيرين من أورشلين يمكن أنت في حياتك عم تنتظر وعد معين الله لابد أن يتمم وعوده وبالنسبة لحني عاصرت يمكن وقت وزمن طويل وشافت أمور كثيرة لكن بأعتقد أعظم حدث اللي شافته في حياتها رؤية المخلص مع أنه كان طفل صغير لكن هذا الطفل هو اللي قام بعملية الفداء فداء سمعان فداء هأهية شخصياً وفداء كل البشرية أجمعين تعرفوا الله بيتعامل مع القلب اللي عنده توقع وشخص اللي بعيش حياة الانتظار بينتظر أمر الرب وبينتظر بركة الرب الله بيجي في اللحظة المعينة في التوقيت المعينة لكن لما بيجي بيجي الخير معاه وبتيجي البركة معاه انتظرت الفداء وحصلت على الفداء لكن ماذا عنك؟ هل أنت تنتظر؟ ماذا تتوقع؟ يمكن أنت اليوم بتشاهدنا يمكن بتصلي لسنين طويلة وش عم بتشوف فيه استجابة صلاة ثق بالإيمان إن وعد الرب لابد أن يتم يمكن فيه شيء بتعتبره مستحيل أمامك الله بيزلل الصعوبة و الله بيحقق هذا المستحيل في حياتك بصلي من كل قلبي أنك استفت من الدراسة عن حني النبي و بصلي أنه الله يقيم رجال و نساء اللي بيشاهدون في هذه الحلقة أنه فعلاً يرفع اسم الرب يسوع المسيح و تكون حياتكو مباركة من كل نحية رب إبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر